يقصد منطقة حمام العليل جنوب مدينة الموصل المصابين بالأمراض الجلدية وخصوصا التي لا تستجيب للعققير الكيميائية الطبية حيث تشتهر هذه المنطقة بعين كبريتية يستحموا بها ويغطون عسادهم من المادة الطينية التي تتوزع على أكتارها أنا من مدينة بغداد محافظة بغداد وجاي الحمام العليل حتى أتعالج أنا عندي أمراض أكياس جهنية تطلع لبجسمي سويت عمليات أسوي عملية منها يطلع بغير مكان أسوي هنا تطلع بغير مكان يعني تقربين ثلاثة عمليات أربعة أنا مسوي وديت كاثرين فوصفوا لي هنا قالوا تروح الحمام العليل بالموصل وهناك من الله الشفاء تعرض حمام العليل إلى تخريب وتدمير تنظيم داعش الإرهابي وأعيد تأهيله بعد خمس سنوات من تحرير مدينة الموصل لما له من أهمية سياحية تستقطب قاصده من جميع المحافظات العراقية بعدما كانت حمام العليل مركز استقطاب سياحي لجميع أبناء العراق حيث بيها العيون المعدنية اليوم اقتتحناها وتم عادة فيناها بحلة جديدة تواكب العصر والمرافقة السياحية في العالم بعدما كانت هذه متروكة ومتروكة للأوساخ والقاذورات أصبحت اليوم حلة إن شاء الله ومركز استقطاب للسياح يعتبر حمام العليل من المعالم السياحية بجوانب عدة أهمها السياحة الدينية بعد أن تشرفت عيونه بزيارة الإمام زين العابدين عليه السلام فضلا عن أهميته العلاجية للأمراض الجلدية وموقعه المميز بتضاريس طبيعية خلابة حقيقة جاء هذا الافتتاح هو عرس لناحية حمام العليل وعرس لمحافظة نينوة والعراق عموما إن شاء الله سيساهم هذا المركز العلاجي والتاريخي والسياحي وسيفو يكون قبله لمحافظة نينوة لاستقبال الزوار وكذلك السياح من كافة أنحاء العراق كما كانت سابقا قبل سياحية يرتادها كل أهالي محافظة نينوة كما تغنت به الأغاني الموصلية تمتاز محافظة نينوة بمعالم سياحية متنوعة تعرض أغلبها للتدمير بسبب الحرب ولم تسعد جهات مختصة لإعادة تأهيلها وخصوصا معالمها الأثرية التي لا زالت على تشققاتها وتصدع جدرانها وأصبحت مكبا للنفايات والأنقاض أنا سيشاقي من الموصل قناة رشيد الفضائية